شدد مجلس وزراء اليمني على أهمية أن يدرك المجتمع الدولي الخطر الإيراني والتعامل الحازم والرادع معها لتجنيب المنطقة والعالم المآلات الكارثية التي تدفع إيران باتجاهها وطالب المجلس برئاسة أحمد بن دغر خلال اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن الضغط على إيران للكف فورا عن دعم الإرهاب من خلال أدواتها التخريبية في عدد من الدول العربية وأشر الرئيس الوزراء اليمني إلى الثمن الذي يدفعه الشعب اليمني ولازال جراء استمرار إيران في دعم أدواتها الإنقلابية التخريبية ممثلة بميليشيا الحوثي وتهريب الأسلحة إليها وجميع أشكال الدعم الأخرى